لم يعد أمامهم خيار غير الانتقال من مشفى إلى آخر علهم يجدون سبيلاً لإنقاذ حياتهم بعد توقف جزء منها أمام هم من عدم المحالي للطبية وإشكالية توقف مراكز علاج الكلة مرض الكلة في محافظة عدن قصة أخرى لشكل آخر من المعاناة التي حلت في هذه البلاد فبينما تتعرض حياتهم للتهديد اليومي ما يزال الشعور بالموت القريب يمثل الهاجس الوحيدة لدى الكثير منهم مكتب الصحة في المحافظة قال إن نحو خمسمائة من مرضى الفشل الكلوي يواجهون معاناة غير مسبوقة وإن عمليات الغسيل توقفت في جميع مستشفيات المدينة فيما أكد المكتب أن المراكز المتخصصة بعلاج المرض قد توقفت بشكل شبه كلي الأمر الذي يضع حياة المرضى في خطر وفي الوقت الذي يكابد فيه المرضى أو جاعهم أطلقت منظمة حقوقية في المحافظة نداءات عديدة لسرعة إنقاذ حياتهم مؤكدة أن الموت البطيء بات يلازم يومياتهم مدير مكتب الصحة في المحافظة قال إن هذه المعاناة اليومية جاءت نتيجة عدم تجاوب المؤسسة الاقتصادية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بتزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي وأمام تحذيرات يومية لوجود أخطار كبيرة تحوم حول أرواح المرضى يعتزم عدد منهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن للتعبير عن معاناتهم الشديدة والإهمال الذي يطالهم كل يوم خوف آخر ينتاب هذه المدينة وأهلها هذه المرة ليست نتيجة مواجهات عسكرية بل لواقع آخر يحكي قصة إهمال ولا مبالاة تجاوزت الأصحاء لتصل أيضا إلى المرضى اشتركوا في القناة